طبعا احنا هنروح نشوف تبارين جديدة مع كابتن محمود فوكس هو نائب مدير الجيم بالنادي الاهلي بالجزيرة وبعد كده هنرجع هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكو أولى فقراتنا الحواري صباح الخير كريم صباح الخير نهواند صباح الخير على جميع اهل العظام صباح الخير على جميع العضاء نادي الاهلي بجميع فروق النهار دا جميعا بنتكلم على كلاس بتاعي وبنتكلم على مفاهيم مغلوطة ان الناس واخدر ان كلاس الايروبرس عموما بيخاسس بس لا احنا ممكن كمان نستخدمه للناس اللي عندها جسم نحيف وعايزة تهدف الى ضخامة العضلية وزيادة الوزن وده اللي هنشوفه نهار دا في كلاس بتاعي اللي هو اسمه بادي بام حاول نشتغل مجموعات معينة حاول نشتغل بالتكنيكل زي ما انا الشغال بالزبط حاولوا يتابعونا وتستفيدوا ان شاء الله مع بعض نبدأ اول حاجة طبعا قبل ما نشتغل الكلاس بتاعي نبدأ نسخن بحركات بسيطة للمفاصل والعضلات زي ما احنا نشوف كده مع بعض فضلوا معين اول حاجة هنعمل جامب خفيف واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اوكي بعد كده هستخدم الستاند بتاعي واعمل فيه حركات بسيطة برضو للمفصل الرجبة سواء السمانة او الهمسترينجة او الكوادريسيفس كالقاتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده اعمل حركات امامية وخلفية برجلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كل ده اتنين تسعة عشر ابدأ ادخل الجزء العلوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية العكس واحد اتنين تسخين مفصل الكتف مهم جدا ومحواري في اي تمرين اللي اممكن اعمله في الجيم او اي كلاس اوكي بعد كده ابدأ اشتخدم الواتس بتاعي طبعا في جمل معينة تماميات مركبة دي مهمة جدا معينة في كلاس البادي بام اللي احنا بتبدأ ان نشغل نسادف عضلتين او اكسر في تمارينة واحدة وهنشوف طبيعة التمرينة تبقى عاملة ازاي اول تمارين هنشتغل شودة بريس مع سكوات كالقاتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اوكي بعد كده استخدم مجموعة عضلية تانية زي الديدلفت اللي هو اصفل الظهر مع البريسيبس كالقاتي واحد لازم تظهر يا جماعي مفروض اتنين في تانية بسوطة في نفس الرجبة تلاتة اربعة ظهر اهم حاجة مفروض دي رماعة سبورت عشان القطانية خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ابدأ اشتغل بريس واحد وقفتي ظهر مفروض اتنين لازم بقى في تانية بسوطة في مفصل الرجبة زي ما نوعب بالزبط شهدت جسمي شهدت سدري ستة سبعة تمانية تسعة لازم كوي يبقى قدام شوية عشر اوكي بعد كده اخد نفس ابدأ احطو الضمبل قدام شوية اخد نفس كده اعمل فصل ما بين المجموعات العضلية المختلفة احرك اخد نفس واحاول اطلع كل الاكسجين سني الاكسجين الكربون اطلعه من جسمي ودخل اكسجين جديد عشان ابدأ اشتغل على مجموعة عضلية تانية اخد نفس كده وقف بقى كده اشتغل على مجموعة عضلية تانية وهي ايه هستخدم في الجيم احاول لان اما عليه كده كلاتي احاول اسبت راسي اشأنزل زاوية تسعين بمفصل الكوة واطلع تاني اطلع عن نفس يا جماعة وانا طالع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة التمرين ده جماعة بيستدر في عضلة ستة سبعة انا من حاجة انظم نفسي مع التمرين تسعة عشرة اشتغل مع عضل كالقاتي واحد اتنين ما فريدش كوية قوي اخليه صفت تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي بعد كده اقوم اعمل برضو تسخين لان انا ستم اشغل النظام الهوائي والنظام اللي هواي في التمرين ده هو ده الهدف من تلاصل بادي بامب ابدأ اشغل نفس خطوة بطيئة اخد نفسي اخيرك ساني ارسد كربون كله من جسمي تاني عشان اعمل رفريش وحاول اخد كميته في شجين مطلوبة للتمرين اللي بعده زي ما انا شغال كده بالزبط هكده ابدأ اشتغل الدمبل تاني في مجموعة عضلية تانية وهي تمرينة السمانة مع الترابيزيوس كالقاتي واحد اتنين تلاتة اطلع بمشتي يجلي فوق اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وانا وقف بالزبط افتح يجلي على مستور الجسمي مستور كدفي اطلع فوق بالترابيز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي كده يبقى احنا عملنا حسب الوزن المطلوب منك وورم قبل معظم عضلات الجسم وهو ده اللي بسهدفه الكلاس هو ده موضوع وهي ناتجة بتاعته لها بنعمل شغل هوائي عن طريق التسخين وعن طريق الحركات بشكل عدد اكبر لان احنا ممكن نعمل عشرين تكرار على العضلة الواحدة بشان وقت البرنامج فاحنا بنعمل سيمبل عشرات تمام دي نقطة نقطة التانية لان احنا بستخدم ويتس فاحنا بنشتغل على الالياف العضلية الحمرة ومشتغل على الالياف العضلية البيضة احنا كايف بنستهدف الضخامة العضلية عشان كده احنا بنحاول نصلح للناس مفهوم بالكلاسات الايروبيكس في النيدي لا يا جماعة كلاسات الايروبيكس مش التخصيص بس بالعكس زي ما الشخصية او الجسم السمين محتاج كلاسات الايروبيكس زي برضو ما الجسم النحيف محتاجه القوة كلاسات البادي بامب عشان يزيد ضخام عضلية لان ببساطة الدم اللي رحل العضلات لازم يكون محمل بالاكسوجين لان غزة العضلات اصلا اكسوجين ومية طيب هيتغزة ازاي وانا اصلا بعملش شغل هوائي فهو دوت المطلوب او هو ده نتيجة الكلاس بتاعه وده فايدته فاحنا بنوعه طبعا الناس كلها تحتمل بكلاسات ايروبيكس وبتدخلها في البرنامج تدريب بتاعها عشان خادر تقدر تستفيد اخر حاجة هعملها معي للجسم كله لازم اعمل زي ما بدأت لازم اعمل لازم اعمل للعضلة عشان ما حصلش اي كرامب ليها ابدأ اشتغل كده طلع عجلي قدام اليمين واشتمال ما تنيس لنا واخد مشت رجلي عليا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طبعا انا بعمل لازم اتنفس بطيق خالص عشان اعمل العضلة والرقس للرقاتين وانا بتاخد النفس احاول كده او انا مش قادر اعمل امسك في اي حاجة ثابتة واحد اتنين تلاتة اولا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اشد جسم كله فوق ده بيعمل اطالة جميع عضلات الجسم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية احاول احاول انزل برجل صنعة بسيطة اتنى الجبتة سانعة بسيطة واجع با ايدي لو وراء اعمل 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 اوكي ادي اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اخر ستريتش هعملو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اوكي واخر معلومة هناخدها مع بعض وانده في كلاس بتاعنا اللي احنا ممكن نعمل خمس ده في اخر كلاس البطن لان موضوع البطن لازم مهم جدا وان شاء الله في حلقات جاية هنعمل جلسات بطن لكم تقدر تستفيد منها لو انت مش جاية النادي تقدر تعملها في البيت شرفتونا وان شاء الله في حلقات جاية جديدة تقدر تستفيدوا مننا ومع الف سلامة